ترجمة نانسي قنقر في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز القطاع الصناعي تأتي شركة بي أف جي والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها كمثال على مدى تطور المملكة في مجال التصنيع تشمل على ثلاثة مرافق متقدمة لإنتاج البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية والقادرة على تصنيع أجزاء كبيرة جدا كما تعمل الشركة على التصميم الهندسي ثلاثي الأبعاد هي الشركة الأولى في المنطقة وفي العالم تقريبا اللي شركات أوروبية دولية تختارها أنها يتمثل المنتج اللي يتركب على بعض القطارات يمكن إحنا كلنا إذا سافرنا ركبنا واستخدمنا بعض المنتجات اللي هي أصلا صنعت في البحرين على سبيل المثال قطارات من شركة ألستوم مراوح يسمونها مراوح بس هي الطاقة البديلة المتجددة إلى شركات عالمية تقوم بي أف جي باستخدام آلات التحكم العددي بالحاسوب التي تستخدم لتشكيل وقطع المواد بدقة عالية باستخدام تحكم آلي بالحاسوب كما تنتج الشركة عناصر مركبة لمجموعة واسعة من التطبيقات وتقوم بتصنيع أجزاء للقطارات عالية السرعة في أوروبا تحضى الشركة بمتابعة واهتمام من وزارة الصناعة والتجارة والتي تعمل جاهدة على تطوير وتعزيز البنية التحتية الصناعية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسر أن ينضم إلينا في الستيديو الدكتور خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة مرحبا بك الدكتور في النشرة الاقتصادية أهلا وسهلا شهدنا في الأولى الأخيرة إطلاق مجموعة من المبادرات ضمن استراتيجية الصناعة هل لك أن تحدثنا عن أبرز ركائز هذه الاستراتيجية؟ طبعا استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بنيت على عدد من الركائز نقدر نلخصها في دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لهذا القطاع علاوة على تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وتشجيع الحوكم البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى زيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تشجيع التكامل الصناعي بالنسبة للتكنولوجيا تحدثت كما تفضلت على التحول الرقمي وتبني الثورة الصناعية الرابعة ما هي جهودكم في هذا المجال؟ نعم طبعا تم إطلاق مبادرة المصانع الذكية قبل قرابة الشهر وهذه مبادرة تستهدف قياس مدى جهزية القطاع الصناعي لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة طبعا هذه المبادرة تم تشكيلها أو تصميمها لتقييم المصانع ومدى جهزيتها ومن بعدها وضع خطة التحول الرقمي لهذه المصانع والحصول على الدعم اللازم لترقية خطوط الإنتاج بما يسهم في زيادة كفاءة خطوط الإنتاج وزيادة إنتاجية هذه المصانع أيضا بالتعاون مع شركائنا في صندوق العمل تمكين دكتور هلنا كانت وطلعنا عن خطتكم وأهدافكم المستقبلية الموجهة للقطاع الصناعي؟ طبعا إذا بنتكلم اختريم عن الاستراتيجية طبعا فيها خمسة محاول رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية علاوة على توجيه البحرينيين مهنيا وتحسين تجربة المستثمرين بالإضافة إلى تحديث التشريعات والقوانين فنحن نعمل وفق هذه المحاورة الاستراتيجية وأطلاق عدد من المبادرات وستشهد الأيام القادمة أيضا أطلاق المزيد من هذه المبادرات الدكتور خالد فهد العلوي شكرا جزيلا على حضورك شكرا جزيلا والآن نترككم مع إداء الأسواق المالية الخليجية اشتركوا في القناة أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري مؤخرا مسابقة البحرين للابتكار العقاري وذلك تنفيذا للركيزة الأولى من الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 والتي تنص على الريادة في الابتكار وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة الديار المحرق مرحبا بك في النشرة الاقتصادية بالحديث عن رعايتكم لمسابقة الابتكار العقاري ما أهمية مثل هذه المسابقات في تعزيز الوعي العقاري؟ في البداية أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة نحن فخورين جدا أن نرعي هذه المسابقة في الابتكار العقاري والتي هي من أهدافنا في شركة ديار القرق أننا دائما نكتشف الكوادر الوطنية الموجودة والأفكار الجديدة الموجودة في الابتكار في القطاع العقاري نحب أن نزيد الوعي بخصوص الاستثمار العقاري والأفكار الجديدة التي يمكن أن تكون موجودة في السوق وهذه بعد يتماشى مع أهداف الحطة الوطنية الموجودة العقاري التي تم اطرارها السابقة ودائما نحن نشوف هذه المسابقات فرصة للاستكشاف الكوادر والبواهب الموجودة عندنا وندعو كل الشباب المشاركة أي بحريني يحب عندها أفكار مميزة فيها ابتكار ندعوهم أن يشاركون في هذه المسابقة وطبعا فيه جوائز المشاركة وطبعا في هذه المسابقة ولأهمية هذه المسابقة يتم إن شاء الله تكريم الفايزين في أكبر حطة عقاري بصير في البحرين اللي هو صعرا في تيسكيب في الأيام القارب إن شاء الله بالتأكيد المهندس أحمد العمدي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق شكرا جزيلا لك